على الرغم من اعتماد العراق بشكل كامل على عائدات بيع النفط إلا أن هذه الصناعة ما زالت تعاني من تخلف واضح بسبب تهالك البنى التحتية من موانئ وناقلات وسوء إدارة هذا القطاع الحيوي وبحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن قطاع شحن النفط ما زال متأخرا في العراق حيث يضم أسطول شركة ناقلات النفط العراقية منذ سنوات عددا قليلا فقط من السفر الصغيرة يقتصر عملها على نقل زيت الوقود الثقيل من موارئ خور الزبيرو أم قصر إلى الناقلات التي تعمل كمخزن عائم قبالة الساحل الجنوبي للعراق وتعتبر هذه العمليات ضرورية لأن ناقلات النفط الكبيرة والعميقة لا تستطيع الوصول إلى قناة المياه الضيقة والضحلة التي تربط الميناءين بمنطقة الخليج العربي فيما تقوم كيانات حكومية أخرى باستئجار ناقلات نفط أجنبية لنفس الغرض رئيس شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس أقر بأن الشركة لم تعد كما كانت عليه في السابق لا سيما في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت الشركة تشغل أكثر من عشرين ناقلة ضخمة وأضاف أن العراقيل الرئيسة التي تواجه الشركة يعقبات بيروقراطية تتمثل بالقوانين والأنظمة العامة التي تؤثر على العمليات وجهود التوسع فضلا عن مشاكل تتعلق بالحصول على الموافقات الحكومية لتوظيف الخريجين العراقيين حيث تعاني الشركة من نقص في الكفاءات البحرية ويقول معهد واشنطن إن قطاع الشحن في العراق يعاني جملة من التحديات على غرار القطاعات الأخرى حيث ما زال بحاجة إلى إعادة هيكلة كبيرة للتنافس مع أساطير دول المنطقة ما يعني أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لم تفشل في إيجاد بدائلة للاعتماد الكلي عن النفط فحسب بل إنها فشلت أيضا في تطوير الصناعة النفطية التي تعاني من رداءة البنى التحتية والتخلف الموارد البشرية ما يزيد من هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لتهديد دائم